وبالعودة إلى الشأن السوداني معم الخرطوم الأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور مضوي إبراهيم عضو المبادرة الوطنية الجامعة هلا بك دكتور مضوي معنا على سكاي نيوز عربية دكتور مضوي أنت حضرت الاجتماعات المهمة ما بين الجانب العسكري والسيد عبدالله حمدوك أريد أن أسألك هنا ما الذي تم الاتفاق عليه وكيف كانت الأجواء والله تم الاتفاق عليه أنه يعني عودة رئيس الوزراء اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادة الانتقال على أساس أنه الغرار اللي اتخذوا القائد العام للقوات المسلحة أنه يلقيه وأنه رئيس الوزراء يرجع باتفاق سياسي اتفقوا عليه بينها ما اتفاق بين قوة سياسية والمكونة على السياسة اتفاق بين الرئيس المجلس السيادة الانتقالي ورئيس المجلس السيادة الانتقالي أنه يرجع اللي عمله يفكر الاتفاق واضح أنه التزام بالوسيقى الدستورية وتطويرها يعني بالتوافق وأنه يعني تدعم القوة السياسية كلها مجتمعية والقوة المجتمعية تعمل ميزاق سياسي من إزارة الفتح الانتقالي بل الاتفاق مع المكون العسكري والضغطة عن المتقالي السياسيين في التكوين المفوضيات والمجلس التشريعي والمؤسسات المؤسسات العالية والتراضي بين القوة السياسية والتوافق وبيناتها على طريقة تؤسس القيام المؤتمر القوة الدستوري بعدها طبعا الانتقال بالتفاقية الجوبا والدنجة باية الرئيسية يعني يما الزيارة 13 مقتل من ضمنها الاتفاق عليه أن نكون في جيش واحد جيش مهني واحد بالاتفاقات العامة القوة السياسية المفترضة بعدها تجي كاستكمل المسألة بإنها هي تقعد وتتشاور عدد المؤتمر الوطني إنها تصل لاتفاق منساق سياسي تجد بل فترة الانتقالية المتبكة مع الساكر هل تغرر في شكل الشراكة كلها من أولا لأخذها قوة السياسية المجتمعية الهدف بتاع الموادرة كان يعني الحالة بتاعت الانسداد يعني الحالة بتاعت الانسداد في الأفر السياسي تنتهي نعم على أساس تفتح الباب للشوار بين القوة السياسية والمجتمعية لكي نتصل الاتفاقات كيف تجد الانتقالي طيب دكتور مضوي يعني لابد من السؤال هنا من الذي سيوقع هذا الاتفاق يعني أي الأطرافية مشاركة ستكون في توقيعه هل هناك أي دور حزبي يعني هل هناك أي حزب مشارك في هذا الاتفاق لا لا ده اتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي الانتقالي ده اتفاق بين الطرفين دين القوة السياسية ممكن تكون مساندة للاتفاق باعتبار أنه هو حيبتدر الحوار بين القوة السياسية طيب دكتور مضوي الأجواء كيف كانت يعني في هذه الاجتماعات من كان حاضر في هذا الاجتماع بين الأطراف بحضوركم أيضا الأجواء كيف كانت وما كانت مطالب السيد حمدوك يعني من طرف السيد حمدوك ما الذي طلبه والله المطالب هي المطالب مشتركة المطالب مشتركة في الاتفاق السياسي المقتربية ما في أجواء كانت طبعا المثلة دي ما حصلت بسهم ما حصلت أنش يعني نفسها دي حصلت يعني لفترة طويلة الناس دي حاولوا إنه يصبح لتوافق بين المكون العسكري والسيد رئيسة الوزراء فإن حالة الانسداد في الوفق دي ما تنتهي إلا إذا رئيس الوزراء ده يعني تزع لموقعه يعني طيب دكتور مروي يعني اليوم هناك الانتغاش السياسي عن بين القوة السياسية والمكون العسكري كيف تتم إدارة تفاصل الانتغالية وكيف شكل الشراكة وكيف شكل المؤسسات ترجع كلها بتاعت الانتغالي مفترض يعني يتم فيها اتفاق سياسي طيب دكتور مضوي بالنسبة للحركات المسلحة اتفاق جوبا كان هناك حديث عن مشاركة هذه الفصائل في حكومة تكنقراط أو حتى المشاركة في هذه الاجتماعات ما مصيرها هنا هل هناك معلومات هي ذات موجودة ولا ما يتفض على حكومة تكنقراط تبقى هي بيئة رئيس الوزراء انه ضرر انه حيعمل شنو في المسالة يعني لم يتم الاتفاق من سيشارك في هذه الحكومة الى الان او هي حكومة تكنقراط او ستشارك فيها الحزاب هي حكومة تكنقراط هي حكومة تكنقراط لكن من سيشارك ده حيتم التشاور حول الناس برئيس الوزراء هو المفترض يختار المجلس الوزراء اختار طيب دكتور مضوي كان هناك كان هناك حديث ان سيد حمدوك طلب مراجعة الوثيقة الدستورية او ايجاد اجتماعات حولها هل هذا صحيح؟ ما في اهلية تعدل الوثيقة الدستورية الهلية تعدل الوثيقة الدستورية لا يجب ان تكون مجلس التشريعي المجلس التشريعي الحقيقة المفترضة تتكون عشان تعدل الوثيقة الدستورية في كثير من الناس عندهم ملاحظات حول الوسيقى للسورية ده بيتم بعد ما تكون الآليات التي تعجل الوسيقى للسورية الوسيقى للسورية لا يعجل شخصها طيب قوة سيارتية لا تستطيع تعجل هناك آليات التي تعجل الوسيقى للسورية في داخله نفسها وفق الأحكام طيب دكتور مضوي متى سيتم الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق يعني لماذا فقط خرجت إرهاصاته إشاراته الأولية ولم يخرج بشكل علني متى سيخرج هذا أم هناك إلى الآن نقاط خلافية أم لا أيضا لا أفتكف نقاط خلافية مفترض اليوم مفترض اليوم تخرج دكتور إن شاء الله طيب بعض القوى دكتور مضوي خرجت من قوى الحرية والتغيير بعض القوى المدنية والثورية رفضت هذا الاتفاق هل تتوقع سيكون مسقطا له أو مؤثرا عليه بشكل قوي أم سيتم الاتفاق مع هذه القوى يعني هي رفضت اتفاق قبل ما تشوفه يعني هما عاشفين الاتفاق شنون الاتفاق ده بالرئيس الوزرى ورئيس ميس الميس السيادة الانتغالي هما رافضين رافضين يطلق المعتقلين السياسي رافضين القوى السياسية دي تقعون عشان تتفق على الميسار الانتغالي يعني كيف يعني القوى السياسية هي ما شافت الاتفاق ذاته التمى برئيس الوزرى ما في حد تتفق بدلا عن القوى السياسية القوى السياسية لسه دورها هيجي لاتفاق برئيس الوزرى وميس الميس السيادة على أساس أنه نحل الموضلة التي كانت موجودة القوى السياسية يعني معقول يعني فيه شخص ممكن يكون عنده تفعل على حاجة هو ما اطلع عليها وصلت الفكرة من الخرطوم الأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور مضو إبراهيم عضو المبادرة الوطنية الجامعة شكرا جزيلا